السلام عليكم و مرحبا بكم مرة اخرى في مطبخي اذا اليوم سوف نجد لكم فيديو قسارة ماهيشتو الى بزاف فهنا عدت لكم فيها اسطوس استخدمت فيها هنا يعني امس دوبوش من اعتبرها اشكاس علي لي انو درتها صغيرة فقط ايدي و استخدمت لكم عجينة سحريتي المورقة لكم بشتوفوها بكيفاش تجي منطولش عليكم منروح مباشرة من الفيديو اذا هاي لكلابات تاعي شوفو الزبتة كيفاش بينا فيها كيفاش راهي مورقة صدقوني جي ريعة وهيلة بزاف جي خفيفة جدا هذيك الملعقة ان شالي في وسط الزبتة تخليها جي خفيفة بزاف موكنا اللي اهنا عندي هاي محضرة سابقا حتى انتم حنحطي لكم مرة بالتحافي في صندوق الوصف حتى انتم اللي كنت عندكم اي نوعة عجينة مش يمحتم اللي عندي انا حتى والجاهزة تقدروا تعوضوها فقط لهنا بركسي دي زاستوس العجينة المورقة دي ما تنخدمو بها هي باردة عجينة مورقة لازم كي تبلوها ما تبلوها تكون جارية بزاف لازم تبلوها تكون شوية حاك ما رحها باش لالبياس اللي تخدمو من بعد يجيوا واقفين كي ما نقولو يجيوا ملعها وكنا نحلها على سمك انا ما نحبش لابات الخشينة صراحة كما يعني دي ما نقولو لكم باللينا في السورة وفلي باتها ادو حوي جادو شوفوك فاشا نحلها حلها رقيقة ما نحبهاش خشينة ثم إلا تحبوا لاباتي عكم خشينة انتم حرين وكنا نحلها رقيقة كما نعطلكم بهذا السمك ونعطلكم هاد لازمبورتو بيس كاغي ومدوورين نخدموها بالفاس انتاع لاباتي يعني ما كانش فينا لي ما يعرفش كيفاش يخدم لاباتي كما راكم نشوفو الالا حطو بالليدرتهم صغار اه نديرهم صغار ونديرهم رقاق ما نحبش الحاجة اللي خشينة ما نحبش الحاجة الكبيرة باش ليه كل حبة يقدر يزيد من وراها وان بلوس باش ما ننفزدوش مع انو يعني خطر حتى في رمضان نديرو حويش بزاف دونك هادو سيجوستي زاميوز دوبوش اه اللي بغا يديرهم كيما اللي فولوفون هما حرين دونك انا هناك طبعتهم درت دي كاغي ودرت كذلك كلهم ندورين نكمل نطبحهم كامل ومن بعد انواليو اذا نحملي كل هنا بعد ما طبعتهم كاملين اه دونك ندير كل زوج مع بضعهم ومن بعد ندير الطابع اللي قل منهو اللي قل من الطابع اللي تبعت به على الاقل بمرتين اللي نشوفوه نحاول نحطوه فلوس ونطبع هاداك اللي في النص ووالا هنا نتحصل لها هاداك اللي يضاير بها وعلى اللي حبه كاملة بقون دايما كيتحبو تلسقوه لبات فيتيجا ما تتخدموه البيض لانو البيض يقتل الفيتاج اولا البيض يقتل الفيتاج وما يخليه شي يطلع معاكم دايما ديروا الماء برك وحاولوا يعني تلسقوها مليح برك ما استخدمو الماء بارد ولسقوها مليح كما كنتشوفو فيها انا نفس الشي استخدمتو استعملتو مع العجينة اللي مدورة حتى هي درت اللي نقص عليها شوية مثلا استخدمتو رقم ثمانية في الطابع ما تتخدموش سبعة تتخدمو ثمانية وستة باش على الاقل هاداك الان سنتيم هاداك اللي تزيدوه منو منو يجي عال يجي شوية خشين الحبات عاكم ما تجيش رقيقاجنا بتاحا باش يعني هذا شكليا فقط باش يجي مليح وما هادو كل الصغار اللي نطبعوهم انا نزين بيهم صراحة انو هما بعد نستخدموهم يعني في لسالات نستخدموهم كيما نحط طعون كان الهنا بعد ما كملتهم حنحطهم في الثلاجة اي بات عندكم اه بات شويتة كالكوس واتاعي ولا تعني اي واحد دي ما حطوها على الاقل واحد لعشر دقيق في الثلاجة الفور يعني في الكونجيلاتور في المجمد وبالنسبة له هادو كله قطعناه مع بعضانا كيف كيف حتى هما ونطيبهم نديروهم في لسالات نقدروا نحشيهم مام هما وصغار بالنسبة لهنا اللاسوس من شاحن طيبها معهم ندير شوية تع سدر تع الجج شوية تعباصل سنة تعثوم وثنين ملاق كبار تع زيت ملح وفلفل اسود فقط هنا الاختيار اللي بغي يحشيهم بعد ما يطيبوا غرب يلجوب انو الطونة زيت ولا الطماتم هو حر فقط انو نحطهم على النار حتى يحمروا بالنسبة لهنا بعد ما نيحو مع ناشرة دقيق في الثلاجة مهم ما جدا انكم تخليهم يرتاحوا لانو انو في الثلاجة دي كزي بدا تعود تشد راحة ما تدوبلناش قبل ما ندخلوها الاول حاجة للشكل وثاني حاجة باش يتابونا في اللف الثلاج يعني يطلعوا يطلعوا وكن نتقبوهم في النص لا بغينا نحشيهم باش ما يطلعون ناش بزاف يعني مع انو حتى ما تحشيوهمش مثلا حتى كيتخرجوهم فقط بوسط الاصبع نقدرون هبطوا هذك الفويتاج اللي يكون في النصف انا الهنا كما كنت شوفوا فيها اضاف تقريبا عشرين سنتيليتر تاع الكريمة الطازجة لهذاك الجاج بعد ما حمر غير نخليها يعني يغلي فقط تخليوها جامل الاصوس تاعكم والاكخان فخاشك يضيفوها في الاكل تاعكم تخليوها تغلي بزاف غير تغلي شوية غالية اللولة كما نقولو واحد دو مينوت وانطحيو عليها نخليوها حتى تبر تماما باش نحشيو بيها اذا هدي هي نك كملنا كل شطعنا انا هانا هاني خرجت لي صالي التوعي من الفرن لباتلي طيبتهم صراحة يا فيديو راحلي انا درت لهم شوية على دوغغ بالصفار تاع بيضة ومعرف تاع حليب ملعقة حليب وطلتهم من فوق حاولوا ديما ما تسيحوش هديك البيض على الجوانب باش ما يقتلناش الفيطاج شوفوا الفيطاج طح كيفاش يجيي علي هذا عندما قمت بها رجل وكان يعني ندير فيها نديرها خشينة كنت نخلي لباتة يخشينة فقط حشيتهم بواسطة يعني تقريبا كل واحدة أخذت لي ملعقة كهوة من الحشو يعني باش تعرفوا الحشم بالليارة بصغير دلهم شوية تعجبن مبشور لما بغا تتخلى عليها تخلى عليها وعندي هدول طيبتهم كما راكم تشوفوا فيهم دي كاري تزينوهم بلاي سالة تقدروا هما بعد تديروا كل واحدة فوق واحدة بيناتهم غير الفخوماج وتحكموهم بلاي كوردون ثاني يجيوا ما شاء الله وترافقوهم بهذا انا درت شوية الفلادلفيا ومع البيكان ولانتو ما انا تقدروا دوري دبتي سويس مع الفخوماج كيف كيف الاسسانسيال حاجة تعال يعني شكل احنا نقولو بليل عينتا كل قبل الفم ونزينوهم كما حبينا ناك انا نكملهم لديكوراسا وننعته لكم فقط هنا كايدي انا راني درت هذيك السالة تاعي من التحت زينتها بواسطة هذيك الزيتون والقطاع على التعلاقات بعد اللي طيبتهم معانا وزينت بهذوك البلابوشادوي بالفروماج ناك حاجة جديدة حاجة شابه وكلاس ومنطن اقتصادية اللي ما عنده شجاج يقدر يستخدم اللحم المفروم يقدر يستخدم لا دان داشي طان ولا كل واحد وقدروا وكن ان شاء الله تكون نالت وصفتنا اعجابكم نخليكم على خير وإلى اللقاء في وصفات اخرى صحة حمدانكم وصحة في طوركم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة